نظم القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين محاضرة بعنوان المصطلحات السياسية للقوى المناهضة للاحتلال تناولت الألفاظ السياسية المعاصرة وأهميتها العلمية والأكاديمية وأشار الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي بالهيئة في محاضرته إلى أن الأرضية الفكرية للتصدي للاحتلال ومقاومته عادت بعد ثورة تشرين عبر مطالب المتظاهرين السلميين الأرضية الفكرية التي انطلقت منها القوى المناهضة للاحتلال في التصدي للاحتلال ومقاومته قد عادت الآن كما يقولون جذعة بعد ثورة تشرين عادت بقوة وبنشاط الخطاب الذي يتخاطب به الشباب الآن المطالب التي يطالبون بها جميعا هي نفسه مطالب القوى المناهضة للاحتلال والتي تتلخص بدون دخول في تفصيلات في عبارة واحدة إزالة النظام السياسي القائم بالكامل لأنه نظام جاء مع الاحتلال فلابد لكل نظام لكل آثار الاحتلال أن ترحل وأن تذهب وقسم الدكتور الضاري المصطلحات إلى أساسية وثانوية شكلية وإجرائية بما يتناسب وطبيعة المرحلة ومنها المقاومة ومناهضة الاحتلال وعدم الشرعية أو عدم المشروعية والقوات الحكومية وما يسمى وحكومة الاحتلال والرئيس الحالي والحكومة الحالية واتفاقية الإذعان من مصطلحات القوى المناهضة الاحتلال بعد هذا المصطلح المناهضة الاحتلال سمت الأشياء بأسمائها سمت الواقع كما هو احتلال أمريكي لا قال التدخل كما يقول بعضهم ولا قالت نفوذ ولا قالت الوضع الجديد كما كان شائعا في ذلك الوقت ولا العراق الجديد ولا الحالة الجديدة ولا التغيير منذ البداية قالت هذا احتلال وترتب عليه طبعا آثار احتلال وترتب عليه أيضا مناهضة الاحتلال وترتب عليه أيضا الفاظ ومصطلحات تتعلق بما جرى من تفاصيل في العملية السياسية في ظل الاحتلال كمصطلح التعاون مع الاحتلال ولاحظوا أن القوى المناهضة الاحتلال رغم مبدئيتها وجديتها وحديتها في معارضة الاحتلال ولكن راعت أحيانا بعض ظروف الشعب العراقي منخداع بعض الجهات وبعض الأشخاص وبعض الأحزاب وبعض القوى بثرية الاحتلال فقالت في ذلك الوقت أو روجت لمصطلح التعاون مع الاحتلال بديلا عن مصطلح العمالة للاحتلال يشار إلى أن البيان رقم واحد لهيئة علماء المسلمين في العراق بتاريخ السادس عشر من تموز من عام 2003 قد أشار إلى ما يسمى بمجلس الحكم الانتقالي الرامي لتقسيم الشعب العراقي إلى محاصصة طائفية وهو ما يرفضه اليوم المتظاهرون العراقيون ويقدمون أرواحهم ثمنا لعودة العراق موحدا بجميع طوائفه وعرقياته وإلغاء العملية السياسية وتغيير الدستور وانتخاب حكومة بعيدة عن الحزبية والطائفية ترجمة نانسي قنقر